اجرى رئيس الجمهوري عبد الرب منصور هاد اتصالين هاتفيين بكل من محافظ محافظة مارب اللواء سلطان العرادة ومحافظ محافظة الجوف اللواء امين العكيمي للاطلاع على سير الاوضاع والمستجدات في المحافظتين واشد فخامة رئيس الجمهورية بالملاحم البطولية التي يسطرها المقاتلون من ابطال الجيش والمقاومة في وجه ميليشيا الحوث الانقلابية المدعومة من ايران مؤكدا ان الشعب اليمني قادر على افشال مشروع ايران التخريبي ومساعيها الخبيثة عبر ايادها في المنطقة كما اشد بثبات واستبسال ابطال الجيش وابناء مارب والجوف وثباتهم في مواجهة ميليشيات الكهنوت الحوثية المدعومة من ايران معبرا عن تقديره لدور الاشقاء في تحالف دعم شرعية بقيادة المملكة العربية السعودية والدعم الذي يقدمونه في معركة استعادة الدولة من جانبهما قدم محافظ مأرب ومحافظ الجوف كلا على حدة موجزا عن اوضاع المواطنين وسير العمليات العسكرية مؤكدين بان ابطال الجيش والمقاومة مستمرون بعزيمة عالية في مواجهة ميليشيات الكهنوت الحوثية الانقلابية واستكمال التحرير واكد محافظي مأرب والجوف ان رجال الجيش والامن وابناء مأرب والجوف سيظلون عند مستوى المسئولية وثقة القيادة السياسية وابناء الشعب اليمني بتلبية متطلبات المواطنين والبناء والتنمية والوقوف بصلابة لردع مشروع الكهنوت الحوثي المدعوم من ايران مؤكدين التفافهم خلف القيادة الشرعية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية مشيدين بالدعم والاهتمام والمتابعة التي يقدمها فخامته لمحافظتي مأرب والجوف